أنا حماتي متوفية من سنة ونص وأنا سكنة مع حماية في نفس العمارة بنزل من شائتي كالترخيرك جداً أنعجبني اللي أنت بتعمليه ده على فكرة ومن شائتي كل يوم وأشوف لنقصه خلال السنة ونص دول أنا اللي بخدم حماية سلفتي جات قعدت شهرين وتعبت من الوضع ومشيت مناش دعوه كله حيتحاسب عند ربنا يعني قصدي السواب اللي بتاخده ده عند ربنا وجوزي الحمد لله كويس معايا جداً وشايل اللي الجميل ده ومش بيزعلني بس حماية وحش وهو مش وحش في الطباع هو وحش في الفلوس حفهم وبيخبي مننا الفلوس وبيصرف فلوسه على ناس تانين كويس وأنا بصراحة حزينة جداً على فلوس جوزي اللي بتتصرف في البيت وحماية مش مقدر خالص اللي أنا بعمله معاه ولا اللي جوزي بيعمله أنا عاوز أقعد في بيتي ومخدموش ده غلط طبعاً ما ينفعش ده حتى ما فيش كلمة شكر منه بس أنا غايفة جوزي يزعل مني أعمل إيه وللعلم أنا معايا طفل وعندي 27 سنة أنت اللي ابتديتي الخطوة يعني إيه هو ما حدش طلب منك إنك تخدميه بس أنت عشان بنت ناس نزلتي تختمي حماكي وتقومي بوجه انسي موضوع الفلوس مع الكبر في ناس بخلاً في ناس ما بتبقاش عايزة تطلع فلوسها تصرفها في أي حاجة إلا اللي بيخدمها واللي تحت رجليها لا هي مش أصداك دهني هلأ أنا فهمت يا أزا هو مش عايز يصرف على بيته أيوة يعني جوزها أيوة اللي بيصرف على بيته جوزها هو اللي بيصرف على بيت أبوه الأب البخيل حيفضل أب بخيل صحيح لكن هو أبو في الآخر وكبير في السن ومحتاج يتخدم خلاص تكبر دمخها إيا مش ماشية كده مخبي بقى مش مخبي ما يعني ما تصغيريش دماغك اعملي ثوابك اللي بتخديه وجوزك مبسوط منك وشايلك ده ده بتقولي جوزك شايلك اللي بتعمليه لا هي مش مش تشتكي إنها تعبانة أمال إيه لا 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 هي بتشتكي إنها متضايقة إنه هو بخليها جوزها بيصرف على بيت تاني وهو مشايل فلوسه وهو مع فلوسه وممكن يصرف على نفسه ومبيصرفش فخلاص يعني ده وضع خلاص والله عرفتي عرف ابنه يطلع منه تمام معرفش استمر زي ما انتي وده رأيه ده سواب عند ربنا كبير جدا لا وبعدين أول لو كان الراجل ما بياخدش فلوس من جوزك وهو اللي بيصرف واو إيديه فرطة ما كنتيش هتشتكي صح كده وبعدين دي علاقته هو يعني ما تدخليش فيها دي حاجة ما تخفكش متعلامة جوزك ما اشتكاش يعني أنا بتهيلي إن انت دخلتي في منطقة مش منطقة ترجمة نانسي قنقر